السلام عليكم ورحمة الله ورجعنا تاني مع لحظات القبضة على فيروس كورونا اللي نتمنى ان فعلا يحصل وينتهي من العالم ده ربنا يحفظنا جميعا بإذن الله يلا بينا نبتدي احنا المرة اللي فاتت عملنا الموديل بتاع الفيروس وعملنا الصندوق وعملنا الحديد اللي هو مكلبش على الصندوق احنا عايزين نبتدي ان احنا هنحرك بقى الموديل ده هنبتدي نشتغل عليه ازاي في حد يعني الناس اللي فهمه في البرنامج هيقول لي طب ما احنا ما عملناش material ما عماش لا احنا مش هنضيف المaterial هنا خالص ولا المعاجه هتبقى هنا احنا هنشتغل على برنامج اسمه مارموس ده اللي هنشتغل عليه في القصة التانية اللي هي بتاعة المaterial والرندر بإذن الله طيب تعالوا نبتدي نجهز المشهد للانيميش لو انا جيت كده ودست على ال F عشان اقف الفرونت هو ايجي كده انا دلوقتي عايز ابتدي احرك الصندوق ده من الجزء اللي في المنتصف دوت يعني هو كان دي الحلقة متعلقة وهو ايه بيتمرجح النقطة المنتصف دي هي نقطة المركز بتاعة الارجاحة بتاعة الشكل بتاعي تمام؟ رغم ان هو بيتحرك من فوق طب دي بنعملها ازاي؟ هنعملها من خلال ان احنا هنركب على التصميم بتاعنا البونز ده اللي بتحكم في الشكل بتاعي هتقول لي طب يعني ايه اللي جاب البونز هنا البونز احنا بنستخدمها كوسيلة في الماكس ان هي اك انها دراعات هي اللي بتتحكم في اي تصميم اي موديل مش شرط يكون كاراكتر او اي تصميم هيومن او غيره بيتحرك لازم نحطوله بونز لأ ممكن البونز يتركب لأي شيء تاني طيب تعالوا نروح بينا على اه في حاجة اسمها سيستم بضغط عليه هنا واختار البونز طيب انا دلوقتي عايز ابتدي سيستم البونز ان انا لو انا ضغطت كده مسلا دي ادي دي عضمة ودي التانية وهكزا وعايز اعمل اي عضمة ولو دست كليك يمين خلاص انا كده ايه بتاع العضمة لو انا مسكت الطرف بتاعها ده بيتحرك بالشكل ده طيب لو انا مسكت مسلا الجزء ده بيتحرك مسلا فلو لاحظتوا هنا ان انا كل لما بمسك اول عضمة بتختلف عن تاني عضمة بتبقى بالشكل ده عن التالتة وهكزا ولو انا عملت روتيت مسلا جيت احرك من هنا هلاقي ان انا بحرك كده احرك دي بتبقى بالشكل ده وهكزا دي بتبقى ايه دي بتاعي يعني ده بيبقى الابن وده ابوه وده ابوه وده الجد مسلا وهكزا بتبقى مراحل تسلسلية فانا هعمل نفس الفكرة اختار بونز وحاجي هنا هدوس كليك وتحرك لغاية ما وصل هنا وبعدين هنزل لغاية الاخر هو ده كليك يمين وكده انا ايه عملت هلاقي ان اسموه مع قد البونز الاولى اللي هي هي والتانية وهكزا طيب هتدي حركهم ازاي قالك هتمسك البونز اللي في المنتصف دي وهتقول له انت عايز ان التحكم بتاع البونز دي لا هنمسك الاولى اه ام سوري يعني دلوقتي الاولى اللي انا بتحكم فيها دي هقول له هدخل هنا على الانيميشن وهقول له انا عايز اي كي سولفر وهختار من هنا اي كي لامب سولفر وقول له انا عايز ارتبط بايه بتاني عضمة هنا فاصبح هنا في عندي حاجة بالشكل ده طب فعلا ايه؟ نمسك الاي كي والبونز كده ونطلع بهم عشان انا بقى شايفينهم اللي واحدة انا كده ماسك العضمة الاولى بالشكل ده طيب همسك بقى ايه؟ العضمة التانية واقول له برضو نفس الفكرة ها فاشيلي على الانيميشن اه اي كي سولفر واختار اي كي لامب سولفر واختار العضمة اللي فوق هيعمل لي برضو هنا ايه؟ اي كي تاني تمام؟ ده بيتحكم في الجزء ده طيب طيب لو انا مسكت الاتنين مع بعض وجي تحرك كده فبيتحرك الاتنين مع بعض طيب ما انا اقول له ايه؟ ممكن لو قلت له انا همسك الجزء ده واعمل له ربط من ده لده اصبح لو انا جي تحرك ده كده هيتحرك التاني معايا وكده يبقى انا وصلت للنتيجة اللي انا عايزها ان انا اتحرك زي ما انا عايز والاساس بتاعي الكن ديت الجزء اللي فوق ماسك الموديل بتاعي بالشكل ده من فوق وده بيديني الحركة اللي انا ايه؟ عايزها تعالوا بقى ايه؟ طب احنا عايزين نعمل نربط كل الكلام ده مع بعض احنا هنا الحلقات بتاعتنا لو كنا فاكرين ان هي كانت اديت مش وكانت مربوطة ببعضها بالشكل حمسك حلقة في النص او الحلقة اه نقول دي مسلا هي دي اللي انا عايزها في المنتصف الزبط ده الفول قبل وهقول له انا عايز ان انا هختار كل ما هو شبيه ونختارش ليه كلهم مش عارف ايه السبب طيب احنا ممكن نقول له احنا عايزين كل ما هو اس هيبقى بالشكل ده هطلع فوق هختار دي وهنزل لغاية الاخر هدوس على شفت واختار التانية فكده انا اخترت كل الحلقات بتاعت وهطلع كده ما اختار كل الحلقات حمسك تاني الحلقة اللي في النص اللي احنا كنا عايزينها دي وهقول له واختار هنا كل دول واقول له فهنصبر شوية كده بقى ايه بقى موديل واحد هو احنا لما كنا مختارين هنا في كنا عاملينه ان هو يبقى بتاعه يبقى اخد الباس كونستريت واحنا ايه عايزين نلغي القصة دي فبدخل هنا واقول له ايه فلو عملت ديليت هيحصل الشكل ده طب اعمل ايه حاجي هنا واقول له الساين هاختار هنا سيليكت بوزيشن واختار باس كونستريت واختار هنا الساين كنترول وهقول له انا عايز ارجع تاني فين فين بازير بوزيشن اه بوزيشن اكس واي زي اقول له اوكي فكده ارجع بالشكل ده فانا قبليها قبل ما اختار كده ممكن اقول له انا عايز افضل في المكان دوت طب احنا ممكن نعمل حركة البريف قوي اختار هنا بوكس انا مش عايز اضيع المكان اللي انا ما اختاره هطلع به كده واخلي واخلي الساينتر بتاعه اه ااخد الشكل ده يعني ااخد البوزيشن بتاعه او البيفوت بتاعه يبقى ااخد البيفوت بتاع السلسلة طيب تعالوا كده نقول له كونفرت تو ادت بولي وبعدين اتتش واخد لي الشكل ده كده اصبح المتحكم بتاعه هو السندوق متحكم في الشكل ده وبنفس الوقت انا ضيعت القصة بتاعت باسكون ستريت هقول له ندخل هنا على واختار البوكس وقول له وكده يرجع معانا ايه الشكل زي ما كان كده بتحرك معايا في كل الاتجاهات مظبوط دي في حالة ان انا للاسف عشان كنت اختارت الحلقة اللي في النص وهي كانت اللي اخد الباص الاساسي فعشان كده عملت مشكلة طيب احنا كده خلصنا ان ده كمودل واحد طيب عايزين بقى ايه نختار نختار كده ايه عايزين البونز وهنا عايزين نقول له مش عايز يجيب ليه غير الشيب شو عين ده بيجي يعني نتفقد هنا لما بختار هنا نختار كل حاجة اه عشان احنا محددين طيب هنمسك هنا وهنختار ونقول له ونبتدي نمسك هنا الموديل ده ونقول له احنا عايزين نضيف عليه انا ضيفة هنا في بتاعت الموديفاير وممكن هنا بتدخل تختارها من هنا لو انت عم مش ضيفة فبكده ايه انا اضفت طيب بعد اما اضفت هفتح كده بس عشان ايه نمسك المجال عندنا هنقول له وانا دلوقتي بقول له ايه ان العظمات دي عايزها تتحكم في الموديل ده هختار هنا التلات عظمات واقول له هنا طيب انا عايز اشوف التأثير بتاع العظمات دي اللي انا دست هنا او في الانفلوبس هختار هنا اول عظمة العظمة دي مؤسرة لغاية هنا جميل جدا بس انا عايز اقول له ايه انا عايز اقول له ان التأثير ما يبقاش بيقصر الحلقات انا عايز ان الحلقات تفضل سليمة ان كده هو ماسك التأثير لغاية هنا وقاطع ومش عايزه يبقى ناعم انا عايز ان الحلقة متتحرك يا حلقة طيب هنعمل ايه هنيجي نقول له اتفعل الفيرتكس وهختار هنا ان الفيرتكس لما اجي اختارها تبقى المنت يبقى على بعضه يعني ما ادوس هنا يختار كل الفيرتكس بتاعة المنت ده على بعضه وادخل هنا تحت على الويت تول دي واقول له انا عايزها مية في المية يعني التحكم يبقى مية في المية في الفيرتكس دي على العظمة اللي فوق دي تمام؟ هنا التأسير مفروض يبقى مية في المية على دي طيب نيجي هنا نقول له خليها ومفروض يبقى الزبط بس ساعات بيهاجز كمان تعال نمسك عظمة تانية ودي هنقول له احنا مع اللي فوق العظمة اللي فوق نقول له خليها مية في المية تمام؟ وهنا دي مية في المية ودي كمان مية في المية حيث لما يتحرك يبقى ايه؟ ما عندناش اي مشكلة نمسك دي كمان مية في المية حسن هما زي ما يكون فيه اتنين فوق بعض طيب تمام؟ كده انا مش عايز حاجة تانية تمام؟ زي الفجر نيجي بعد كده نتأكد بقى ايه؟ من العظمة التانية هي ماسكة كل دول مية جداً وهنا العظمة التالتة دي مش فارق معنا ممكن حتى نقول له مش هتفرق ان هو يمسك هنا او لا بس الافضل ان انا اقول له ايه؟ هات كل الفيرتكس اللي هنا دي وتبقى زير وبالنسبة لدي وبالنسبة للعظمة التانية تبقى مية في المية تعالى ننقل كده خلاص تمام؟ نيجي بقى نشوف الحركة بتاعتها هتبقى عمنا ازاي؟ تعالى كده نمسك الاي كي هتلاقي ايه؟ الحركة تمام 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 طيب الصندوق طبعاً والفيروس لسه ما دخلش معنا احنا هنمسك الصندوق الصندوق عندنا في الجزء ده وفي الفيريم هنمسك الاتنين مع بعض ونقول له احنا عايزين نربطهم مع البونز اللي في النص دي بحيس ان انا لما اجي امسك هنا واتحرك بيمسك معايا الصندوق زي ما انتم شايفين كده انا مش محتاجها ممكن اقول له اعمل اخفاء للاين بحيس ان انا اتحرك كده انا مش شايفهم في لسه لين ما فيش اي كده طيب هتقول لي الفيروس مكانه فين احنا ما تحركش ما دخلتهش معنا لا احنا هنحركه بشكل ديناميك اكتر مش هنحركه دلوقتي يدوي اللي هنحركه يدوي بس هو الصندوق طيب احنا هنعمل ايه؟ انا محتاج ان انا ادخل في القايمة بتاعة time configuration اه وحقول له انا عايز بتاعي يبقى احنا دلوقتي هنا شغالين اللي هو تلاتين فرم في الثانية ما فيش مفكرة يعني نخليها تلاتين فرم في الثانية وحنقول له هو رغم ان في الغالب الناس بتشتغل حاليا على اه خمسة وعشرين بس عشان ما يحصلش الغبطة ولسه كده هنعدل هنا وهنعدل في بناج اللي بعضه فخلينا دلوقتي في الكورس دوت هنشتغل بالتلاتين فرم في الثانية وبعد كده نتكلم عنها باستفاضة في المشاريع الجاية اه هنقول له هنا احنا عايزين نشتغل على ستميت فريم هنا الفريم بتاعي يعني كل تلاتين فريم يساوي ثانية فما تيجي تقسمهم بقى هتطلع لك انت هتشتغلت كم دية طيب احنا هنا هنقول له احنا كده كم من زيرو لغاية ستميت فريم هنيجي هنا ونقول له احنا عايزين لغاية ميت فريم ونشغل الاوتو كي عند الميتين فريم انت هتتحرك بالشكل ده طب انا عايز اشوف هقف الفرونت كده عشان اشوف بشكل سليم هطلع مثلا لغاية هنا وبعد كده باجي عند متين هارجع تاني بالسرعة الارتدادية بتاعتي وبعد كده عند تلتميت فريم هارجع تاني كده هتحرك بالشكل ده يعني مش هطلع بنفس السرعة اللي فاتت هنزل سليم يا عاجة بسيطة وبعد كده همد الربعمية هارجع تاني كده بس بشكل اقل وهكزا لغاية هاصل عند الخمسمية هيبقى ايه الارتداد اقل شوية وعند الستمية الارتداد اقل اكتر وهكزا كده لما نيجي نعمل بلاي اهو الحركة بسيطة اهو وبيرجع تاني وهكزا تمام اهو طب دلوقتي بعد ما عملنا الانيميشن الخاص بالسندوق اللي هو الازاز بيتحرك بالشكل ده طب هنعمل ايه بعد كده عايزين نحرك الفيروس داخل السندوق هنحركوا ازاي عن طريق الديناميك الديناميك فيه يعني قصة الديناميك دي في الماكس كبيرة جدا وليها شغل كتير يعني خاصة بالتصدمات بكل انواعها والنار والفكتات بتاعت النار او النار عمتا المياه الرياح كل ما تتخيله في البيئة بيتعمل هنا في الماكس طيب تعالوا كده ايه نمسك الفيروس نفسه ونمسك اللي هو الصندوق نفسه من غير الفريم ونطلع بيهم كده وبرضه هتلاقي ايه بيتحرك بالشكل طيب اول حاجة احنا عندنا الصندوق هنا عاملين له شغل لما دوس هنا اف فور هلاقي ان هو عامل لي سمك كده بسيط والصم كده انا عامله عشان ما يحصلش اختراقات طيب اه تعالوا كده ندخل اه على في قايمة اسمها اه يعني دي كان اسمها ري اكتور زمان ودلوقتي بقت اسمها دي طبع شركة نيفاديا هي يعني اللي عملت الانجين ده واشتريته منه يعني اوتو ديسك اشتريته من نيفاديا او حصل تعاومة بينه ويطوره الرياكتور فبقى اسرع وافضل وبقى السوموليت بتاعه كان الاول بيتعمل في هندو الواحده بقى موجود في الماكس طيب بيجي منين القايمة دي بدخل هنا بدوس كليك يمين في اي مكان هنا وبختار من هنا في تمام فبتظهر معنا القايمة دي اللي هي كل اللي هي باللون الاخضر ده اه عندنا احنا دلوقتي عايزين اه نقوله ان الصندوق ده لما يحصل معه تصادم التأثير يحصل للعنصر اللي بيتصادم معاه لكن هو يفضل في التراك بتاعه طيب هندخل هنا ونختار ونعمل select عليه بختار هنا set select as kinematic rigid body طب بعد اما بختارها فهنا بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي الموديل ده كله بيعتبر solid طب ما احنا عايزينه يبقى مش solid من بره عايزينه داخليا كمان solid يبقى ليه اوجه خارجية وداخلية طيب هنقول له هنا لما ننزل تحت هنا بيقول له هنا في shape type shape type بتاعه هقول له ايه؟ انا عايز اخليه بدل ما يبقى تمام؟ يعني هو دلوقتي معمول box عشان هو اساسه box اي موديل تاني هيبقى في الغالب convex هنقول له لا انا عايزه concave تمام؟ طب الconcave دوت على اي اساس؟ على اساس شكل الموديل ان الاوجه بتاعته ايه؟ فحقول له هي ايه؟ improve fitting هعلم عليها واقول له هنا ايه؟ عشان يشوف الاوجه كلها هيشوفها بره وجوه وكل مكان يبقى كده انا زبط وده الحتة دي مهمة جدا 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 طيب نيجي بقى بعد كده لموضوع الفيروس نفسه هقول له طيب انا عايز ده يبقى متأثر يعني ما يتصادم مع اي شيء يتأثر بيه هدوس هنا واختار set select as dynamic rigid body تمام؟ هو لسه بيه تمام كده اتفعل معاه هوا طب تعال بص عليه كده فالتأثير اللي حاصل هتلاقي فيه بعض الحاجات خارجة منه مش متزبطة ايه؟ طب هو شكله في الاساس ايه؟ شكله في الاساس اه ااخد شكل كرة سفير فانا عشان اقول له لا انا عايز ان كل جزئية تبقى مستقلة بذاتها هيبقى تقيل جدا فهو في الغالب عشان الرجلين دي قريبا من بعضها فمهما يتصادم مش هيجي في الداخل هنا لكن لو هو هتصادم مع حاجات داخلية ساعتها هنشوف لها حالتين طب فانا ساعتها هقول له لا انا مش عايزه كونكيبس انا عايزه اسفير بحيث يبقى شامل دوران كل الدائرة كلها طيب بما انه بقى بالشكل ده وكمان هيديني امكانيات افضل في الشغل في نفس الوقت انا عايزه يبقى عامل زي ايه؟ يعني زي الكورة يعني بيرتطم بها ويرتد اكي انه عامل زي الكورة فحقول له هنا انا عايز الفيزيكال متيريال بتاعته تبقى عبارة عن الربر يعني يبقى زي المطاط طيب بعد اما كده خلصت لو جيت اعمل تجربة كده هو المفروض فيه انيميشنا لو جيت اعمل تجربة هيعمل ايه؟ حيبقى بيتأثر اهو بالصندوق وعمال يتحرك معه الصندوق بيرجع اعمال يلف معه لكن هو اللي شايله دلوقت الصندوق طيب تعالوا نرجع تاني ونقول له لا انا مش عايز التأثير يبقى بالشكل ده انا عايزه متطاير فساعتها انا هضيف هدخل هنا في ونوافع الجيومترا هختار هنا واختار ويند هختار الويند اللي هي الرياح دي واقول له انا عايز السليكشن بتاعي بتاع الرياح ده وتبقى في المنتصف هنا وما ادخل هنا في الديسبلي انا عايز الاي كون بتاعتها كبيرة كده نغطيها كل حاجة وهقول له طيب الويند دي لما امسك الكورونا واقول له هنا ايه انا عايز اخش دي هتبقى مقفولة كده فهدخل هنا اقول له افتح لي الفورس اقول له اد ودخل هنا الويند هنا هوا عشان تتفاعل مع الكورو طيب تعال نجرب كده هنلاقي التأثير لسه زي ما هو الرياح مش مؤثرة لان الرياح ضعيفة ندس في فورة عشان نشوفها لما امسك بقى الرياح نفسها اقول له لأ انا عايز ازود قيمة الرياح هنخليها مثلا وليكن تمانية ونقول له play التأثير مازال ضعيف طب هو ليه عامل كده لما ندخل في القايمة اللي هي الخاصة بالفكس هنا واقول له هيلقيه هنا في الانفيرامينت هو عامل تلقائي ان الجراوند هي المؤثرة وعامل ان فيه زي هو اللي عملها خاصة بيه حاوله لأ طيب انا هضيف انا الجرافتي من عندي مش عايزك انت اللي تضيفها وتعال هنا اخدها من من هنا من اللي انا حطيتها دي مش اللي انت ضيفها تعالوا بقى نجرب ارتفعت هيك اصبح انا بالنسبة لي القصة بتاعت الجرافتي هنا يعني قوية جدا هنخليها لقى واحد هنجرب كده هلاقيها دوبك ايه بتطلع تأثيرها خفيف جدا وده اللي انا كنت عايزه انا عايز التأثير يبقى بسيط بالشكل جدا طيب انا عايز الرياح كمان يبقى فيها اه التراب فيها حركة هقول له طيب خلي مثلا التربلانس التربلانس يبقى تأثيره قوي شوية مسافة عشرين مثلا تعالوا نشوف كده يعني التأثير بسيط شوية تعالوا نزوده نخليه ستين شايفين الاتراب حصل ازاي يجي كده يجي كده اعمال بيتخبط بشكل قوي جدا كمان بس التأثير بتاع الاتراب عايزين هنا نقول له طيب قال دي كمان نخليها عشان الارتداد عالي قوي طيب هنا الارتداد عشان احنا عملناها قورة لكنها قورة بترتدي جامد فتقيل شوية تعالوا نخففه ونقول له لا احنا مش عايزين هربر تعالوا نخليها مثلا كارت بورد نشوف كده هيبقى التأثير عامل ازاي اه حلو التأثير كده طيب تعالوا نجرب حاجة تانية كونكريكت نقدر تداد عالي طيب نجرب كده ستيل هيبقى تقيل قوي الخطة كده هتبقى ايه؟ ثابتة شوية ثابتة شوية في ارتداد طيب اخر حاجة نرجع تاني خليها كارت بورد ونشوف كده هي دي كانت افضل ثابتة شوية الاتراب عنيف طيب نيجي كده ونمسك نقلل الاتراب شوية نخليه خمسين نشوف كده حلو جدا كده تمام فكده احنا خليناه بيتحرك بالشكل الديناميك ده طب عشان التأثير الديناميك ده يظهر بقى من واجه اعمل انيميشن كده ياخده بقى معي خلاص فباجي اقوله بامسك اي حاجة من دول سواء مثلا ممكن امسك البرس كورونا نفسه واقوله هنا انا عايز اعمل باك فكده هيبتدي ايه يعمل سوموليت على التايم فريم عشان يسجل لكل الحركات تبقى متسجلة وبعد كده ما عندش محتاج رجد بادي خلاص ولا محتاج اي حاجة اشيلها وتمام مش محتاج كل الكلام ده تمام كده انا لو جيت حتى عملت دلوقتي دليت الريجد بادي وجيت هنا قلت له دليت ما عندش محتاج الكلام ده واجه اعمل بلاي هتلاقي خلاص اخد معي الانيميشن واخد معي كل حاجة وانا كده خلصت الانيميشن جوه الماكس وحندخل بقى على المرحلة بعد كده اللي هي بتاعة المعالجة والرندر والمونتاج وتابعونا على القناة وما تنسوش تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد بازن ده